اشتركوا في القناة هذه من أهم الخطوات اللي نقدر نستفيد فيها من التفكير الناقد الأموم ما علينا أنا بطيك مثال أقول الآن أنا كنت في مدينة نيويورك دقيقة المعذرة عن المقاطعة واش دخل نيويورك؟ لا تستعجب خلني أكمل أنا كنت في مدينة نيويورك واقترضت من بنك معين ولكن كانوا يريدون ضمانة على إرجاعي للقرب فأعطيتهم سيارتي واستغربوا من ذلك رجعت إليهم الأسبوع التالي وسدد دينهم فصاحب المحل شكرني لكن كان فيه فضول قلت لهم أنا لا مسافر فوش أفضل مكان إني أأم من سيارتي دون أن تسرق في مدينة نيويورك بإيجار مقدار 15 دولار فكان المكان الوحيد أني أضع سيارتي عندكم كراهينة أها طيب واش هستفيد من هذا المثال يعني ممكن توضح لي أكثر؟ الفائدة إن هذا أيضا مثال على التفكير مخرج الصندوق وفيه من التفكير الناقد والرصف الذهني اللي قد يساعد كثيرا على حل المشكلات جميل وأيضا لدي إضافة بما أنك استعملت التفكير الناقد في واقع الحياة وهو الفرق بين الحقيقة والرأي ممتاز لكن حقيقة أنا يصب علي التفريق بينهم على سبيل المثال نفترض على سبيل المثال راح نتكلم عن الحقيقة طبعا نفترض أن طلاب المسار الصحي يأخذون مثلا مادة الريض نفترض مادة الريض عليها 100 درجة مثلا لكن الرأي طبعا هذه حقيقة أن طلاب المسار الصحي يأخذون ريض وعليها 100 درجة لكن الرأي إني أقول أن مادة الريض على الرغم من أنها 100 درجة ولكنها ليست ضرورية لطلاب المسار الصحي طبعا هذا مثال أني أقول أن طلاب المسار الصحي عنده مريض لكن طبعا ما عنده مريض طلاب المسار الصحي ممتاز وماذا عن الافتراضات؟ جميل كنت أتطرق فيها دون أن تسأل بالنسبة للافتراضات فهي أني زي مثل ما أقول أتنبأ على شيء واقعي أنا أشاهده وسمعت عنه فعلى سبيل المثال المد الثاني للإحصاء أقول بما أن متوسط درجات الطلاب فيه على مر السنين منخفض فيجب أن نتجهز له جيدا فهي أنا تنبأت على شيء واقعي حصل يعني قبل ومن الممكن أن يحصل مرة ثانية جميل كانت محادثة مثرية واستبتل كثير وننتقل إلى مهارة الكشف عن مقدار الصحة والخطأ في الاستنتاج وش المقومات الأخرى اللي بتخليك تتقن هذه المهارة اللي هي مهارة تفكير الناقض للطلاب المسجدين أو أي شخص كان أنك تقدر على الاستدلال باللي حولك عشان تقدر تفكير تفكير ناقض ممكن تعطينا مثال عليها؟ مثلا لنفترض إن شعبتي حصلت على متوسط درجات عالية في مد مقرر الإحصاء فقلت بناء على هذا المعطى إن شعبتي نسبيا عنده من نسبة ذكاء عالي واللي سويته هذا يسمى استنتاج وفي شي ثاني لازم تتقنه وهي قدرتك على الاستقرار وهي بكل بساطة إنك من المعطية الصغيرة تقدر تطلع بحكم عام أو قاعدة عامة فمثلا برجع لمثال الدرجات لأنه واضح وسهل لو سألت شعبتين من المسار العلمي عن درجاتهم في مادة مهارات الحاسب وكانت جميع الدرجات أعلى من ثمانين درجة كذا طلع معك استنتاج إن كل طلاب المسار العلمي نجحوا في المادة هل في شي زيادة تبي تضيفها في هذه الجزئية؟ إيه بقي آخر جزئية في مهارة التفكير الناقد وهو الاستنباط وهو عكس الاستقرار فكان الاستقرار تنتقل من الجزء للكل هنا بنسوي العكس ونبدأ من الكل إلى الجزء فمثلا عندك معلومتين الأولى هي إن المذاكرة المستمرة تعطي نتائج أفضل والمعلومة الثانية أن طلاب المسار الإداري يذاكرون بشكل مستمر فراح أقدر أطلع بنتيجة مستخلصة من هذه المعلومات اللي أن أداء طلاب المسار الإداري في الاختبارات ممتاز فلو تلاحظ أن من القاعدة العامة اللي هي أن المذاكرة المستمرة تعطي نتائج أفضل قد نطلع بهذه النتيجة الفرعية يعطيك ألف عافية أخوي علي على تواجدك معنا وقبولك للدعوة وإفادتك لطلاب المستجدين في جامعة الملك سعود هنا وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا لكم على استماعكم وتواجدكم معنا مقدمكم عبدالله سهلي وضيفنا العزيز الأخ علي المباركي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته